السلام عليكم ازايكوا احلى متابعين في الدنيا معاكوا عبير من قناة منوعات بوتا النهاردة هنكمل الفيديو اللي فات بتاع المسلسل جعفر العمدة ومفاجآت المسلسل وخطة شوقي ودلال عشان يتخلصوا من سيف ابن جعفر وطلاء شوقي ودلال وداد وتعديلات المسلسل وتغيير بعض الحلقات والمفاجآت اللي قال عليها محمد سامي ومنين جاب التعديلات اللي هيعملها في المسلسل المفاجآت والتعديلات اللي عملها محمد سامي جاب فكرتها من ردود افعال المشاهدين وتوقعاتهم توقعاتهم اللي على برامج السوشيال ميديا وفيديوهاتهم اللي فيها التوقعات اللي الناس بتقولها من هنا جات فكرة تغيير احداث في المسلسل وخاصة ان المسلسل كان بيتصور لحد الحلقة الخمستاشر ومن هنا جات له فكرة التعديلات منين من الناس زي مثلا دلال اللي ظهر ان هي ورخط في سيف بالاتفاق مع بلال شام وشوقي اخوها وده ظهر في الحلقة اللي فاتت لما بلال شام أكلمها وفي الحلقة الجاية حيقول لها ان هو عايز باقي فلوسه وان ابن جعفر لسه عايش فهتقول له طيب انت احنا اتفقنا ان انت تقتله اللي سبته عايش طب عايز فلوس ليه قال لها انا عايز الفلوس اللي اتفقنا عليها يا اما هقول الجعفر كل حاجة وهددها ان هو يعرف جزهة كل حاجة فبتقول له عايش ازاي قال لها الست اللي كنت مودي عندها قالتلي انه مات ولما روح تاخده بعد كذا شهر لقيتها قالتلي ده هو مات وبعد كده قابلتها من تلات شهور او من كم شهر وعرفت ان معاها ولد ولد في سن ابن جعفر وانا كنت عارف ان هي ما بتخلفش وهددتها عشان اعرف مين اللي معاها دوت وان هي ما بتخلفش فاعترفتلي ان هو ابن جعفر فقالتلو طب جبتي نمرتي منين قال لها مش مهم المهم ان انا اخد باقي فلوسي كلمت شوقي وقالتلو ان ابن جعفر عايش وان بلال شامة كلمها قال لها طب خلي بلال شامة يقتله فبلال شامة اصر ان هو ياخد منها باقي الفلوسي اما هيقول للجزهة وبعد اخرج جعفر من النيابة وارجوعه هيتخنق مع شوقي وهيعاير شوقي ويقول له انت اتجوزت واحدة كانت عايشة مع اخويا في الحرام سبع شهور طبعا هيطلع شوقي غبان وعصبي ويطلق وداد اللي هترجع تاني لاخوها نعيم وهيطردها نعيم ده بقى حكايته حكاية وحكايته بدأ من حقده على جعفر حقده عليه من الوضع اللي هو فيه وان ابوه سلمه كل حاجة وسلمه اتجارته واعتمد عليه في حين ان ابوه سابه واستخسر يساعده ويشغله في ماله زي ابن عمته دي من ناحية ومن ناحية تانية حقده على جعفر من معاملة امه ليه ودعوتها له وحبها الكبير ليه وكل اللي بيملكه جعفر هو نقم عليه وبيحقد عليه على كل اللي بيمتلكه من قوة وسمعة وحب كل اللي حواليه وان كل اللي حواليه بيتسنده عليه في حين ان هو معرفش يدفع عن نفسه ولا عن جزء اخته لما كان شوقي بيتخنق معاهم ومسح بيهم الارض وسحالهم قدام الشارع كله بعد كده هيظهر حقد نعيم وان هو اللي ضرب عيدة لانها ضربت اخته وجعفر ضرب جزخته عشانها والسبب الاساسي اللي خلاه يضربها على رأسها ان جعفر قاله ان هو بيحبها اكتر من مرطاته البقيين وان هي شكل تاني خالص غير كل مرطاته وبالتالي فهو نقم على جعفر وعلى كل حاجة جعفر بيحبها بيكون عايز يحرموا منها الاحداث والمفاجآت بتتوالى والناس بتستنى المسلسل ولو وصلت معايا في الفيديو اللي هنا يبقى اكيد عجبك الفيديو ولو عجبك الفيديو عملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديو هاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة